ربنا قال وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء الخير دا كله يا رب ألنصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين شفنا إحسان يوسف عليه الصلاة والسلام أنه اتقى محارم الله لما امرأة العزيز راودته عن نفسه قال ما عاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون مش هنا اللي عمل كده و جري من المعصية و شفنا لجوء يوسف لربنا و دعائه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء قال له و إلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له رب و شفنا عفو يوسف المتجلي في كل الصورة حتى مع أخواته قال لا تسرب عليكم اليوم يغفر الله لكم و هم ما طلبوش منه أصلا يعني ما قالوش يا أخانا استغفر لنا ده هم طلبوا المغفرة من أبيهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إننا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم رب الله سوف إنما هم بيكلموا يوسف و لوله طالله لقد أثرك الله علينا و إن كنا لخاطئين إحنا غلطنا إحنا أخطأنا بس فرد يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم و هو أرحم الراحمين و كمان دعالهم بالمغفرة و دعالهم بالرحمة سيدنا يوسف فهو كان يعفو إيه بقى المشهد الجميل برضو إنه سيدنا يوسف لما عمل الحيلة عشان يقعد أخو بن يمين معاه صواع الملك حطوا في رحل أخيه و هم ماشيين حداشر أخ طالعين بقى بالجمال بتاعتهم قال لهم استنوا إحنا مش لقين صواع الملك و لمن جاء به حمله بعير دوروا عليه و اللي هيجيبه حنديله حمل جمل زايد قالوا إنتوا بتقولوا إيه إحنا أولاد نبي مش ممكن نسرق قال طب لو لا أنا معاكو قالوا اللي تلاقيه معاه خده يخدم عندك فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه فاتش مهمة ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف طبعا هنا مشكلة كبيرة جدا هم كانوا حالفين أيمان بالله ليعقوب إن احنا هنرجع أخونا بن يمين معانا فلما استيقاسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله و من قبل ما فردتم في يوسف فلن أبراح الأرض حتى يأذن لي أبي أنا مش أمشي من هنا رح يعملوا محاولة مع يوسف قالوا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا ما هو إحنا خواته بعض يعني خد حد مننا غير ده إحنا عايزين ده بالذات فرد يوسف قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إحنا طلبين سيد ناخد زيد لا مرضيش ربنا إيه اللي حصل بقى مع الحجاج بنسل التخفيه بعد قائد الشرطة بتاعه يقبض على واحد ما لقهوش اللي عايزين نقبض على إيه ده مش لقينه أموا قبضين على أخوه هدولوا بيته ومنعوا العطاء بتاعه الراتب بتاعه يعني وحلق على اسمه ممنوع يتحرك ممنوع يسافر ممنوع يغادر الإعراق وكده يعني فبعدين الحجاج ماشي كده فرق الرجل ده المسجون ده ندى عليه أصلح الله الأمير حيا الله الأمير بارك الله قال له نعم عايز إيه قال له أنا ليه مظلمة قال له مظلمتك إيه قال له يعني واحد من العيلة عندي ارتكب إثما عمل جناية أبضوا علينا وهدولي بيتي وحلق على اسمي عملوا دير على اسمي منعوني أننا اتحركوا وحبسوني دلوقت طب أنا مالي فهم الحجاج قال له هيهات أنت عشان إبليس تجاننا أنت مش تخرج من هنا قال ليه يا أمير قال له أما سمعت إلى الشاعر وهو يقول جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاحة مبارك الجربي ولربما أخوذ بذنب عشيرة ونجل مقارف وصاحب الذنب آه واحد بيتخذ عشان خطر عيلته عشان حد من عيلته سيء فأمر راجل رد على الحجاج رد بليغ قوي قال له أصلح الله الأمير لكني سمعت الله قال غير ذلك فالحجاج انتبه كده قال ماذا قال الله قال له في قصة يوسف في صورة يوسف سيدنا يوسف قال له يا أيها العزيز إن له أبا شيخا جبيرا فخذ أحدنا مكانا خد مكان ده إن نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذن لظالمون معاذ الله ما خدش حقي إلا من صاحب الحق نرسوه مش من حد تاني يعني فأمر حجاج قال طلعوا من السجن وبنولوا بيته ورجعوا له المرتب بتاعه ومساحوا الدايرة اللي على اسمه ده خلاص حر الحركة وهت منادي يمشي في شوارع فقد يمشي في العراق ينادي في الناس أم صدق الله وكذب الشاعر شفت يا أخي سبحان الله سورة يوسف مليئة بالخيرات والنفحات اتعلمنا منها النهار ده لكي ننال رحمة الله تبارك وتعالى نخاف ربنا نلجأ لربنا نعفو عن الناس نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتابعونا أحسن